طيب سيد علي دعنا نعمل هنا مفارقة بين الرئيس المتوفى إبراهيم رئيسي وبين نائبه محمد مخبرة الذي يشغل المنصب منذ 2021 ما الفارق بينه وبين رئيسي سياسيا في إدارة الدولة وهل إذ ما أردنا أن أتحدث أيضا عن المرحلة الانتقالية القادمة هل بإمكان الدولة أن تأخذ قرارات مصيرية وهي في وضع لا بد لها أن تأخذ قرارات مصيرية سواء مع الولايات المتحدة مع العراق مع تركيا مع أذربيجان مع غيرها من الدول يعني بدءا عندما نتحدث عن الكارزمة هناك وإن كان كلاهما ينتمي إلى التيار المحافظ سياسيا لكن سيد إبراهيم رئيسي هيئته حضوره يمنح حضور الهوية الدينية أكبر يعني مساحة الهوية الدينية في السلطة داخل إيران كانت أكبر في مرحلة رئيسي من خلال زي الذي يرتديه والخلفية التي يتواجه أعتقد كان المقرب إلى المرشد الإيراني الأعلى؟ هو الشخصية الوحيدة المقربة له نعم وهو من أكثر المقربين إلى هذا العنوان في مقابل ذلك أتصور أن النائب كان يعمل في أحدى المؤسسات الخيرية وهو ينتمي إلى تيار أكاديمي يعنى بالاقتصاد أو هكذا شيء وفي القانون قد تتغير السياسة في إيران خلال هذه الفترة لكن من يضمن استمرار النائب في السلطة في مرحلة جديدة أو لدورة رئاسية كاملة والدستور الإيراني يشير إلى أنه يدير البلاد لمدة خمسين يوماً بصلاحيات منقوصة لا يحق له إجراءة عديلات دستورية لا يحق له استجواب الوزراء وغيرهم إذن نتحدث عن مرحلة بسيطة من الإدارة قد تتاح لهذه الشخصية لا يمكن فيها أحداث تغيير أقاطعك قليلاً وعذراً على المقاطعة سيد علي بحسب وكالة إسنة الإيرانية فأنه وفقاً للدستور الإيراني سيتولى المساعد الأول للرئيس القيادة وأيضاً القيادة الإيرانية أعلنت بأنه إدارة البلاد ستستمر دون أي مشكلة وهذا بالتأكيد بعد إعلان المقتل تفضل حضرتك اكمل نعم يعني مدة الخمسين يوم غير كافية لإحداث تغيير جذري أو فرض ستراتيجية في إدارة البلاد ستسير البلاد على نهج الراحل أبراهيم رئيسي في هذه المرحلة وننتظر الرئيس المقبل هل سيكون السيد محمد مخبر هل ستأتي شخصية من خارج الوجوه التي لا بحسب الدستور الإيراني وأنا فقط أذكر حضرتك وأنت على دراية بحسب الدستور الإيراني فمن ينوب عن رئيسي هو محمد مخبر أما إذ ما كانت هناك ستقام الانتخابات بعد خمسين يوم إذ ما تم اختيار بعد خمسين يوم رئيس جديد فإما أن يبقى محمد مخبر أو يرشح المرشد الإيراني شخصية من عنده نعم ترشح القيادة وهنا يعني يقصد بالقيادة هو المرشد الأعلى نعم فإذا نتحدث عن فترة وجيزة يعني فترة الخمسين يوم لا يمكن للنائب حتى عندما يصبح رئيس أن يحقق شيئا هو سوف يسير بالسيستم أو المنهاج والبرنامج الذي وضعه الرئيس السابق لكن التغيرات التي سوف تشهدها المنطقة أو حتى على السياسة الخارجية لإيران قد تبقى ثابتة إلى حد كبير ولا أتصور أن تكون هناك تغيرات مفصلية في علاقة إيران بدول الجوار أو حتى بالدول الكبرى كون منهاج العمل يعني عندما نتحدث عن النظام في إيران هو يتعلق ببكج واحد وليس برؤية شخصية يعني مثلا الموقف من الولايات المتحدة الأمريكية هو موقف ثابت قد يحرك يمينا أو يسارا وفق رؤية الرئيس المقبل اشتركوا في القناة